بينما تعد المياه من أساسيات الحياة إلا أن أهالي منطقة العدنانية لا يزالون يعانون من سوء البنية التحتية لنقل المياه إلى منازلهم وضعف ضخ المياه إلى كافة أرجاء المنطقة إحنا المي ما بتجينا بعطونا يوم واحد في السبوء يوم واحد لا يكفي إحنا حيين ما بشربنا الحي الغربي وحي المركز الصحي هؤلاء ما بشربنا هاي دورنا يعطونا دور يوم الثلاثة يوم الثلاثة ما بتجينا المي يعني غير يوم الأربعة خزاناتنا فاضي والمواطن ما بيقدر يشتري تنك عسابه شارع مرة ومرتين وبعدين ما بيقدر يشتري وبعدين المشكلة أنه المي بتجي ضعيفة ما بتطلع الخزانات إحنا بنعاني من مشكلة شح المياه والمي يبتجينا في كل أسبوع يوم كان عدد سكان القرية ما بتجاوز خمسمائة ستمائة بني آدم الآن عدد سكان القرية وخاصة الحي الغربي اللي عندنا المركز الصحي تفرع منه خط بيغذي ثلاث قرية ثانيات المحمودية والحي اللي عند محطة التنقية وما بيقدر دورنا يوم واحد في الأسبوع بتجي ضعيفة وفي نفس الوقت ما بتطلع إلا لما نشغل ما ترات الكهرباء وصار مصروف ثاني على ما ترات الكهرباء وبالرغم من هذا الحتي هذا بنضرب على السلطة هنا ما ناس بجاوب خط الشكاوي إلا بنحكي مع شكاوي عمان الغربي بنعاني معاناة شديدة من المياه خاصة في الصيف لأنه بتنقطع علينا المياه كثير كثير وبنصير تلفونات وإلا نستعمل المضخات الكهربائية يعني صرر ندفع فاتورتين فاتورت المياه وفاتورت الكهرباء من وراء مضخات المياه لأنه ما بتصنى المياه بعض الأسابيع ما بتجينا من مرة ليلة الثلاثة على الأربعات طبعا كل الحارة السهراني برا وإحنا بننتظر في المياه وبنمضيها تلفونات وترجي لما نأخذ حقنا في المياه بنصير نترجى المسؤول بالإضافة إلى مشكلة انقطاع المياه عن المنطقة لأيام طويلة والإهمال في حل مشكلة ضعف المياه يجد أهالي المنطقة أنفسهم مضطرين لدفع نفقات إضافية على حفر الآبار ومضخات المياه والتي بدورها أيضا تزيد من فاتورة الكهرباء على المواطن وصلنا رسالتنا عدة مرات وهذه المشكلة أدت إلى أن المي لانه ما بتصل لنا اضطرنا إلى استخدام ماتورات المياه لرفع هذه المياه كل أسبوع أبدا كل أسبوع ما بتصل المي إلى الخزانات إلا من خلال مواتير الكهرباء لذلك بسبب استخدام مواتير الكهرباء ارتفعت فاتورة الكهرباء أضعاف حقيقة يعني يعني ارتفعت اللي مثلا فاتورة 20 دينار أصبحت 49 دينار وهكذا مضاعفة جدا كذلك كثير من الأخوة يضطر أن يشتري تنكات مياه على حسابه شخص إذا السلطة ما وفرت التنك يضطر أن يشتري لذلك زادت المصاريف وهذه المشكلة بنعاني منها كثير من زمان نعاني من أمرين لفاتورة المياه وفاتورة الكهرباء حيث نضخ المياه في ماتورات إلى أسطح منازلنا وهي ضعيف المياه ونعاني اليوم من ضخ المياه والكهرباء مما رفع علينا فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه ونحن في أمرين أحلاهما أمر إما من نوفر فاتورة المياه أو من نوفر فاتورة الماء ونوفرنا فاتورة المياه قطعنا من الماء أصبحت مشكلة المياه في منطقة العدنانية تشكل هاجساً يعكر صف حياة أهالي المنطقة اليومية ويزيدها صعوبة ولا يزال أهالي المنطقة يتحملون الأعباء المادية الإضافية لتخفيف الضرر الناجم عن هذا الإهمال على أمل أن تحل هذه المشكلة من قبل مديرية المياه